إنها مسألة وقت كي ينهار المصلى المرواني أسفل المسجد الأقصى وسينهار كلام جاء على لسان رئيس الجبهة الداخلية في القدس العقيد حين ليفني في سياق لقاء أجرته معه صحيفة عبرية أشار فيه إلى أن قوات الدفاع المدني تبقى على أهبة الاستعداد القصوى عند أي صلاة يشارك فيها آلاف المسلمين وتكون الجرافات جاهزة لإزالة الركام وإنقاذ المصلين هدفان أساسيان يقفان وراء هذه الرواية حسب الأوقاف الإسلامية إسرائيل تهدف إلى هدفين أساسيين من خلال نشر هذا الخبر أولا أنها تريد الاستمرار في الحفريات والتي ستؤدي إلى انهيار المصلى المرواني وانهيار المصلى القبلي وانهيارات كثيرة في المباني الموجودة في المسجد الأقصى والهدف الثاني تهدف إلى تشريد وتخويف المسلمين من التواجد في المصلى المرواني عام 1996 أعيد افتتاح المصلى المرواني أمام المصلين المسلمين بعد أعمال ترميم أجرتها الأوقاف الإسلامية وهو يتسع لنحو خمسة آلاف مصل وكان ذلك قد أثار حفيظة الاحتلال الإسرائيلي الذي اتهم الأوقاف بإزالة أتربة تحتوي آثارا تاريخية موضوع الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى جراء العوامل الطبيعية أثير في الماضي أيضا خلال نقاش في الكنيسة الأقصى في خطر بسبب الحفريات الإسرائيلي تحته استجوبت الحكومة الإسرائيلية وقالوا الحفريات الرسمية الإسرائيلية لا تشكل خطرا هذا تلميح أن هناك خطر على الأقصى وباعتقاد يجب أن تكون هناك لجنة تحقيق هندسية مهنية دولية لفحص الموضوع لأن الأقصى فعلا في خطر 1500 عام صمد الأقصى ولكن بعد الحفريات الإسرائيلية هناك خطر عليه بسبب الهزات الأرضية منذ سنوات والفلسطينيون يحذرون من ما يقولون إنها حفريات يجريها الاحتلال تحت المسجد الأقصى وفي محيطه باتت تهدد أساساته وبنيانه حفريات يقولون إنها السبب وراء سقوط أشجار معمرة وانهيارات أرضية في باحات الحرم كالتي وقعت مؤخرا عند مصطبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يعد شعار الأقصى في خطر حكرا على المسلمين وحدهم أو تحريضا أو تهويلا كما يدعي المسؤولون الإسرائيليون بل خطرا يكر به الاحتلال وبغض النظر عن نوايا وتوقيت هذا التحذير فإن ذلك يحتم عاملا سريعا لمنع وقوع الكارثة لياس كرام الجزيرة القدس المحرم